بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد نكم الكراءة وشرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إمام المحدثين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيما لذين وما أصح الكتب المصنفة وضعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي القاهر المصري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه كتاب الرضاع إن بارح تكلمنا على أن الرضاعة المحرمة التي ينبني عليها التحريم في النكاح وينبني عليها حرمات أكد نسب لابد أن تكون في سن الرضاع في السن الصغير يعني سن الرضاع قالوا 24 شهر الأولانين من حياة الطفل اللي هي سنتين عند الجمهور وعند الأحناف قالوا إيه 30 شهر على أساس قول الله حملوه في صاله 30 شهرا فقالوا إيه يأخذ حكم الإيه الأقصى وقالوا إن الرضاع مدته حولين لكن الطفل ما بيفتمش مرة واحدة لابد يتفتم بالتدريج فبتعد ست شهور على ما يتفتم تماما ويمتني عن إيه عن الرضاعة مع الحولين يبقى 30 ده رأي مين السادة الأحناف يبقى الطفل لو رضع في هذه السن اللي هي اللي 24 شهر الأولى أو 30 شهر على رأي الأحناف ينبني علي التحريم طيب لو رضع أي قدر اختلفوا في قدر الرضاعة المحرمة اختلفوا أيضا في القدر المحرمة ذهب الجمهور اللي هم مين هو مش الجمهور الحقيقة الملكية والأحناف بس الملكية والأحناف ذهبوا إلى أن الرضاعة المحرمة تتم بأي قدر من اللبن يصل في جوف الصبي ولو قطرة بس نتأكد أنها وصلت لجوف الصبي بأي قدر بأي طريق كان سواء بالرضاع بالمص أو بالشرب أو حتى بالحقن يعني احنا بنشوف الأطفال ساعات في الحضانة المرأة ايه تعصر ساديها وتجمع اللبن وياخده الدكتور بالسرينجة كده ويحقنه في فم الطبر أو يكون مركب له خرطوم ويحقنه في الخرطوم اللي هي الريل اللي هي غزاء أو ده اسمه رضاعة برضو يعني الرضاعة مش معناها المص فقط لا الرضاعة في الشرع الشريف هو وصول اللبن إلى جوف ايه؟ الصبي فإذا وصل اللبن لجوف الصبي بأي قدر كان عند الأحناف الملكية ثبت ايه؟ في سن الرضاعة ثبتت الحرمة واضح؟ طيب الشفعية قاله لأ لابد تبقى خمس رضاعات مشبعات متفرقات عشان ايه؟ يثبت التحديد فيم؟ فمش قالك مش اي كمية لا لأن الرسول قال ايه؟ ليست ايه؟ الاملاجة والاملاجتان ولا المصة ولا المصتان محرمة طيب رده الأحناف على الشفعية قاله الاملاجة لأن الصبي قد ايه؟ يدخل ايه؟ حلبة المرأة في فمه يتلع يلعب بستدي وامه كده لكن ايه؟ مش معنى أنه أدخلها يبقى معنى أنه وصل اللبن وقضية مصة أو المصة ومصتين لسه بيستجلب اللبن من بعيد من عمق السادي لسه ما دخلش اللبن في جوفه يبقى النبي ايه؟ بيأكد أن المسألة مش بمصة أو مصتين ولا ادخل الحلمة في فم الصبي فقط يثبت لابد من التأكد من وصول اللبن ولا يتكلم على الكمية شفعية بيأم تبقى ازاي؟ بيرد على الشفعية الشفعية قاله بس احنا ناخد بحديث ستنا عائشة التي قالت كان مما يتلى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عشر ردعات مشبعات محرمات ثم نسخنا إلى خمس ردعات والحديث صحيح مروي في الكتب الصحاح خمس ردعات عن السيدة عائشة قالوا اولا قالت ان هذا قرآن ولم يثبت قرآنيته هي لم تستدل انه قول للنبي لم تستدل انه قول قرآني ولم يثبت قرآنيته فازاي ان تتحرموا بيها الشفعية تفهمت بقى ازاي؟ ده لم يسمي القرآن ثم ان هذا الخبر خبر احد جاي عن ستنا عائشة بس هو صحيح بس لكن جاي عن خبر واحد لكن القرآن قال امهاتكم من الرضاعة على الاطلاق كده يبقى الرضاعة تتم بلغة العرب بوصول اللبن الجو في الصبي بأي كمية فناخد بالقرآن ولا ناخد بخبر الأحد تفهمت بقى ازاي؟ ثم ان هذا ينبني عليه ايه؟ الاحتياط في النسب والاحتياط في النسب مطلوب ليه انا بقعد الرأي الملكية والاحناف ورأي الشفعية بالرغم ان انا شفعي انا امين مع رأي ايه؟ الاحناف والملكية للاحتياط لان الاحتياط في الاعراض والانساب مطلوب شرعا فهمت ازاي؟ خصوصا ان حديث ستنا عيشة فيه اضطراب اولا بتقول ان قرآن وهو مش قرآن ثانيا لم يأتي ان كثير من الصحابة وفقوها عليه بل هي لما كانت تقول بتحريم الرضاع الكبير كانت تأخذ رضاعات قليلة من لبن امرأة تسقيه للكبير دون ان يمص من السدي ويتثبت به التحريم يبقى هي في عملها في الرضاع الكبير كانت بتثبت تحريم الرضاع بجرعات من اللبن وليست بمشبعات لان الكبير لا يشبع باللبن اصلا ده انت تجيب للكبير وهو واجعان كده كوب بيتين لبن يروح شربهم يقولك فين الاكل واخد بالك يا ما بيشبعش صح ولا لأ؟ ده بيشربوا كأنه مية يا عمي لكن اللي بيشبعوا مين؟ الصابي فمنين تقول هي مشبعات تحرم ومنين هي في عملها في الرضاع الكبير بتدي للكبير قليل من اللبن يشربه وهذا القليل تثبت به التحريم يعني عملها مخالف لما قولها فهمت بقى ازاي؟ عشان كده أنا مذهبي في الرأي بالرغم ان انا شافعي هو مذهب الملكية ولا احنا في احتياطا فهمت؟ احتياط طيب عند الفتوى نعمل ايه؟ واحد اتجوز وخلف وجاب يقول اسطنى امراتي بعد ما اتجوزتها قالولي انها كانت ردعت معايا ردعة واحدة من نفس الام فنعمل ايه؟ هو متجوز وخلف نقول له ردعة واحدة؟ يقول ردعة واحدة نقول له خلاص امشي على مذهب الشافعية وخليك متجوز وعيالك يلا يبقى عند الفتوى ترعي في ايه؟ لكن واحد يجي لك يقولك انا خاطب امرأة والمرأة دي بيقوله ان انا ردعت معايا ردعة واحدة خاطب لسه على البر هنا تقول له ما تروحش بتخطبهاش خلاص دي اختك فهمت بقى ازاي؟ يبقى لو تم الزواج وانجب ودخل بها نفتي بمذهب الشافعية احتياطة فهمت بقى ازاي؟ حتى لقى نهدم الاسرة طيب ولو ما تمش ولسه في الخطوبة نقول له لا يا بنات كتير اتجوز ايه واحدة تانية بدلا ما تشويش نفسك يبقى زواجك صحيح على مذهب وبطل على مذهب هتبقى مشكلة فهمت بقى؟ يبقى عند الفتوى تراعي الخلاف وعند العمل تخرج من الخلاف يعني لما تروح تتجاوز تتجاوز على مذهب الملكية والاحناف احتياطهم فهمت بقى ازاي؟ والله وتعالى على وعاد نيجي بقى احنا هنا وفقفنا على الباب العاشر باب الولد للفراش وتوقي الشبهات الحديث الثاني والعشرين بعد التسعمائة حديث عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عطبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه ده شبه عطبة خالص الخليق الناطر الويد وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته دي قضية تعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم النزاع بن عبد بن زمعة ده أخه مين أخه ستنة سودة بنت زمعة أم المؤمنين واخد بالك زوجة النبي أخوها عبد بن زمعة عنده ولد اتولد من أمة لأبيه كان يستمتع بها في الفراش فالبنت دي حملت وكانت في ملك أبيه كويس فأنجبت فبيقول الولد ده من وليدة أبي كانت في ملكه يبقى ابن أبويا يبقى أخويا سعد بن أبي وقاس أخوه عطبة ابن أبي وقاس قال له يا سعد أنا ضاجعت هذه الوليدة يعني زن معه والذي في بطنها مني فإذا جئت مكة فخذه فإنه ابني عطبة أوصل لسعد قال له كده عطبة مات فهمت لما جاء بعد كده سيدنا سعد بن أبي وقاس في مكة في عام الفتح راح للولد ده وخده من من عبد بن زمعه قال له ده ابن أخوي قال له ده أخوي أنا إيه اللي ابن أخوي ده فتنازع فهمت الولد العجيب أنه شبهه شبهه شبه عطبة من حيث الشبه الهيئة فهمت فلما راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحكم بينهم واحد بيقول ده ابن أبوية والتاني يقول لا ده ابن أخوي فهمت فهمت الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني إيه يعني الزنا لا ينبني عليه نسب فهمت وطالما الوليدة دي كانت في ملك زمعه يبقى ابن زمع يبقى الولد ده ابن إيه ابن زمع طالما في حيازاته في ملك سواء ملك يمين أو ملك عقد نكاح فهمت فينسب إليه شرعا وبعد ما النبي حكم بكده وقال له خده يا عبد بن زمع ويسيبه يا سعد فلما نظر في الشبه قال لستنا سودا إيه لا احتاجي بي عنه يا سودا احتاطي منه يعني فكأنه حكم أنه أخوه شرعا واحتاطة إيه من حيث العمل قال لي عامل معاملة الأخ حقيقة فهمت إزاي للاحتياط ليه بقى لأن الشرع يقوم على إيه على البينات وليس على القرائن فالشبه قرينا ولكن كنها في ملك زمع فهذه بينا واضح لا تحتاج إلى إيه إلى شك فهمت لكن الشبه نفسه دي قرينا وليس بينا عند القضاء قرينا يعني إيه يعني شبه احتمال طيب ما انت ممكن تلاقي واحد شبهك وانت مصري وتلاقي شبهك ده ويكون مولود في أمريكا ما يعرف هكش خالص ولكن شفت واحد في أمريكا شبهك بالضبط كأنه أخوك فهمت إزاي مش بتحصل يقول لك يخلق من شبه أربعين يبقى الشبه لا يثبت به نسب فهمت بقى الشبه لا يثبت به نسب اللي يثبت به النسب هي العقد الصحيح أو ملك اليمين فهمت بقى فنقرأ هنا الحكاية وقال عبد بن زمع هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر الرسول السلام إلى شبهيه فرأى شبها بينا بعطبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش يعني صاحب الحقية في الفراش إما بالعقدة أو بملك اليمين كويس وللعاهر يعني الزاني الحجر يعني المنع من النسب لبالحجر إنه الحرمان الحرمان من نسبته أن يكون أبن واحتاجي بي منه يا سودة بنت زمع للاحتياط لما لقى الشبه تهمت بقى واحتاجي بي منه يا سودة بنت زمع فلم تره سودة قط حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش باب العمل إلحاق القائف الولد العمل بإلحاق القائف الولد القيافة ده علم كان قديم في واندسر غير موجود القيافة دي كانت فيه قبيلة اسمها قبيلة بني مدلج قبيلة عربية كانت خبيرة إنها ترى الشبه في الخلقة فتنسب إن دايب أبو ده أو دايب ابن ده فيهمت زي من حيث الشبه في الخلقة كانت عندها خبرة يسمى هذه الخبرة إيه قيافة فيهمت زي فهل القيافة تثبت النسب أو لا تثبت عند الأحناف لا تثبت وأنا أمين لرأي الأحناف برضو في المسألة دي عند الشفعية لك تثبت لأن النبي أخذ بها فيهمت إزاي النبي الحقيقة ما أخذت بها دي النبي إيه يعني زي ما تقول أعجبته هذه الخبرة فشهرها لكن لم يحكم قضاءا بها فيهمت إزاي دي خبرة بشرية بس كان يعجب بها النبي ولكن لا يحكموا بها في القضاء ولا يثبت بها أنسات فيهمت ليه بقى لأن سيدنا أسامة ابن زيد كان أصمر وزيد نفسه كان أبيض كويس فالكريش طلعت إشاعة أن أسامة ده مش ابن زيد حقيقة مش من صلبه فشككه في نسب إيه أسامة لاختلاف اللون بين الأب والابن طب ما هو أصدق من من ما هو أمه كانت خادمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمه أيمن وأمه أيمن دي حبشية طب حقا يطلع أسمر لأمه ايه المشكلة يعني تعلم لأن كانت أم أسامة أمه أيمن وأمه أيمن دي كانت حبشية والحبش بيبقوا ايه لونهم أصمر فطلع حقا أسمر لأ ايه المشكلة يعني لكن كريش لأ كانت تحب تطعن في الأنساب فقال له لا ده الظاهر ايه ان الودة مش ابن ابوه فهمت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ان هو ابن ابوه وطول عمر النبي يقول اسامة ابن زيد لكن ايه في عام الوفود شوف تسع سنين بقى في العام التسع من الهجرة جاء بقى واحد من قبيل البني مدلج اللي هو ايه المجززي داخل على رسول الله عشان يسلم عليه وكان سيدنا اسامة نايم وسيدنا زيد نايمين الاثنين ومتغطيين وبين رجليهم بس رجلين سودة ورجلين بيضة واخد بقى يكتل العين كده من الفراش وده داخل يسلم على النبي ودول نايمين مش بين منهم الا رجليهم فهو داخل يقول السلام عليك يا رسول الله هذه الاقدام من هذه الاقدام يعني هو ايه خبرته غلبت عليه فلما لقت الاقدام دي ام للنبي هذه الاقدام من هذه يعني الودة ابن الرجل ده فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح وقال الله اكبر ليه علشان يبرق السمعة اللي كانت طلعة على اختلاف نسب وسامة لكن النبي كان مسبت ايه مسبت نسبه من زمان ما اثبتوش بالقيافة الشفعي قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان القيافة هنا معتبرة فايه فكبر فرحا اذا يسبت بها النسب ده رأيي الشفعي واخد بقى قيافة في اثبات النسب الملكية والشفعية ولم يأخذ بالقيافة في اثبات النسب مين الاحناف وانا مع مين انا مع الاحناف بالرغم ان انا ما زلت الشفعي ما يجرىش حاجة نجي نقرى الحكاية دي حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة لم تري ان مجززا المدلجي دخل فراء اسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطي رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض بابه قدر ما تستحقه البكر والثيب من اقامة الزوجة عندها عقب الزفاف انت لو تجوزت امرأة بكر اول مرة تتزوج اسمها المرأة دي بكر من حقها انك انت تتفرغ لها سبعة ايام اجازة تقعد معاها درجة لو جات فيها يوم جمعة وقالت لك ما تصليش الجمعة يا حبيبي ما تصليش الجمعة يا حبيبي تسقط عنك فرضية الجمعة شوف الى هذه الدرجة ازاي من حقها يعني السبعة ايام دي ما تصليش جمعة يا حبيبي في الجامعة صلي معايا حصلي معاك لا حاضر في السبعة ايام دي بس بس بعد كده خلاص اول سبعة ايام ليه لان البكر ساعات بتبقى مستوحشة انها ثابت بتابوها اللي تربت فيه وتنقلت حتة جديدة ومع راجل غريب فيهمت ازاي فلما تيجي تسبها تستوحش فانت عايز تقعد معاها اطول مدة ممكنة علشان تألفوا بعد وتختلطوا ايه طبيعتكم تبقى ايه تبقى متقاربة وتعرف اخلاقك واخلاقها وطبيعتها وطبيعتك وما تسباش في مكان ايه تخاف منه تسبها في شقة لوحدها وتقول لها انها تزال تصلي الجمعة وتجيب ساعتين وهي بتخاف من الضلمة ترجعت لها مرعوبة كده ما يصحش فشوف الشرع بيرعي هذه الامور فقال البكر لها سبعة ايام ولو تزوجت امرأة سبق لها الزواج يعني سموها ثايب لها ثلاث ايام بس لانها امرأة بقى خبيرة وانتقلت في ايه في احضان رجل قبل ذلك وجربت الرجال وعندها خبرة فتقدر تعيش ثلاث ايام كفاية يكفيها فهمت بقى ازاي انها تزول الوحشة بينها وبين الزوج الاخر فهمت احنا بنسميه شهر عصر زودنا الاسبوع ده لشهر ما يجرىش حاجة انت حر بقى يعني انت عايز تخليه شهر انت حر بس بعد الاسبوع تروح تصلي الجمعة وتصلي في الجامعة هي الاسبوع الاولاني بس لو قالت لك حرجت عليك لك ما تصليش الجمعة تقول لها حاضر اول اسبوع بس لكن انت واخد شهر اجازة طيب بعد كده تصلي الجمعة يا استاذ مش تخدها بقى حلوانة بسلوانة وتقول فهمت بقى حديث انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكرة على الثيب اقام عندها سبعا وقسما بعد السبع بقى يكون ليه الزوجات تانين يبتدي اقسم بين الزوجات بعد كده تهمت واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا ثم قسم يعني قسم يعني يعني يدور على الزوجات والله تعالى اعلى واعلم ونكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل غدا حتى ننهي غدا كتاب الرضاع ان شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يعني بكرا نخلص كتاب الرضاع يعني تتفتمو هنفطمكم بكرا ان شاء الله مش يقولك اما منخلص الرعي سموت فطم فانتوا بقى هتتفتموا بكرا ان شاء الله استعدوا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيلُ مِي وَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبيل من وعلى آل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبيل من وعلى آل وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدادة كلماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين